السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علامات الساعة الصغرى ومع العلامة الرابعة من علامات الساعة الصغرى ألا وهي فتح بيت المقدس بفضل الله سبحانه وتعالى من أشرط علامات الساعة الصغرى فتح بيت المقدس نعم ورد في البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال أعدد ستا بين يدي الساعة يعني عدي ست حاجات بين يدي الساعة وذكر النبي منها فتح بيت المقدس لأنه عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان بيت المقدس تحت وطأة الروم اللي هم النصارى وكانت الروم في الوقت ده حبيبي كانت دولة قوية جدا ومع ذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح بيت المقدس وكان ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين لما انتشرت الفتوحات بفضل الله سبحانه وتعالى في عهد عمر بن الخطاب وكانت الفتوحات في بلاد فارس وفي بلاد الروم وانتصر المسلمون على بلاد فارس وعلى بلاد الروم بفضل الله وتم فتح بيت المقدس سنة ستاشر هجرية بفضل الله سبحانه وتعالى وذهب إليهم عمر بن الخطاب بنفسه وصالح أهلها وفتحها وطهرها من اليهود والنصارى وبنى بها مسجدا في قبلة بيت المقدس كما ذكر ذلك الحافظ بن كثير في كتاب البداية والنهاية طيب فتح بيت المقدس تم كم مرة حبيبي تم مرتين المرة الأولى في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضان والمرة الثانية قلنا انت كلام ده كان سنة ستاشر هجرية والمرة الثانية كان في زمن الدولة الأيوبية على يد البطل صلاح الدين الأيوبي وكان الكلام ده كان سنة خمسمية تلاتة وتمانين هجرية الموافق ألف مية سبعة وتمانين ميلادية وسيفتح للمرة الثالثة والأخيرة إن شاء الله في آخر الزمان وسينطق الله الحجر والشجر يقول يا مسلم تعال خلف يهودي تعال فاقتله ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر ووراء الحجر فينطق الله الشجر والحجر يقول يا مسلم يا عبد الله خلف يهودي تعال فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود ولا حول ولا قوة إلا بالله ولأن اليهود يصدقون كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهم الآن يزرعون أكبر قدر من شجر الغرقد في أرض فلسطين المحتلة لكن سيعود المسجد الأقصى وسيفتح بيت المقدس إن شاء الله في آخر الزمان نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء الجنود الذين يفتحوا الله عز وجل على أيديهم بيت المقدس وأن يرزقنا صلاة هناك يا رب العالمين جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته